السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أستاذ عبدالربو الحسنات من منصة أساس المنصة التعلمية العظمى بإذن الله تعالى لن معدناكم رح نشرح مادة المهارات ومادة تخصص شرح مجاني على قناتي على اليوتيوب طبعا أستاذ هذه الحصة الثانية للوحدة الأولى التنشئ الصالحة نحن كنا نحكي في الحصة الأولى في الجزء الأول عن ولادة مريم عليه السلام وإنه كيف ربنا اصطفاها من نسل الأنبياء الصالحين وكيف كانت قصة امرأة عمران لما نذرت ذكران ثم جاءت مريم راجع الحصة الأولى عشان نبدأ معكم إن شاء الله في هذه الحصة ونشوف كيف باقي القصة القصة فيها تشويق وإحنا إن شاء الله بتعالى تمسك قلمك ودفترك وركز معي عشان أبسط لك المعلومة طبعا إحنا الفكرة الثالثة هي قصة مولد يحيى عليه السلام طب شو قصة يحيى؟ شو دخل يحيى بمريم؟ مش فاهمين عشان ربنا يركب لك المعلومة هي قصة ولادة كل آل عمران أو آسف الآيات من هذه من آل عمران كلها قصة ولادة هذه القصة لها معجزة يعني مثلا إمرأة إمرأة طلبت ذكر أجاه أنثى طلبت ذكر واجاه أنثى طب هاي فيها يعني فيها إشي فيها إشي أكيد لأن ربنا بده يختار هذه الفتاة لتكون حاملة شيء عظيم اللي هي ولادة ذكر ولادة عيسى عليه السلام من غير أب طب وقصة يحيى؟ وقصة يحيى مرتبطة بفكرة زكريا عليه السلام تتذكروا إحنا آخر لحظة وقفنا عندها لما زكريا دخل عليها في المحراب وجد عندها رزقا في غير أوانة معجزة استغرب تعجب قال أن لك هذا قالت هو من عند الله تمام حلو لأن الفتاة الصالحة هاي أثرت في زكريا عليه السلام طبعا للمعلومة زكريا شيخ كبير نبي شيخ كبير صابر شيخ كبير صابر ذكر هذه الصفات وكتبها عندك اكتبها عندك هسا عبدأفضل يلا هسا استكتبها أن زكريا من صفاتي أنه شيخ كبير وصابور أو صابر ليش؟ لأنه صبر على عدم الدعوة إلى الله تعالى أن يعطيه ولد أو ذرية إلا بعد طول مدة لا مش بس هي وامرأته عاقر حسنا هنشوف في الآيات شيء يعني عاقر وكيف ربنا جبلهم يحيى عليه السلام في تلك اللحظة يعني هناك يعني في تلك اللحظة التي رأى زكريا كرمات مريم حنت نفسه لأن يكون له ولد لكن هو مختار لا ذكر ولا أنثى هناك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة بده ذرية وطيبة إنك سميع الدعاء يعني يا أستاذ بكل بساطة أنا بدرس بجتهد لكن بدك كمان ترفع يديك إلى الله تطلب منه يا رب أني أحفظ هذه المعلومة صح وما أنساها يا رب قدرني إني أقدر أدرس أكثر يا رب سهل علي الفهم ودعاء الدعاء مع العمل والله بيجيب نتيجة مش طبيعية نتيجة ضخمة العمل ماشي لحاله لا يكفي والدعاء وحده لا يكفي عمل ودعاء اجمحهم مع بعض وشوف النتائج شوف المعجزات هناك دعاء ذكر يا رب قال يا ربي هب why don't I love you بمعنى أعطني بمعنى أعطي ومنح بالمعنى فتى شو جذرار وهب هذه أحفظها عن غيب تمام احفظها عن غيب هب جذرها وهب معناها أي امنح أو أعطني من لدنك يعني من عندك يعني من عندك يا ربي يعني من عندك يعني كرامة من عندك كرامة من فضلك ذرية طيبة هو ما أختر لا أذكر ولا أنت أريد الذرية طيبة كذبار عليها السلام ذرية طيبة امرأة بيصلي في المحراب وبجيها كرمات وبتقول هو من عند الله إنك سميع الدعاء يعني ربنا بيسمع دعائك ويستجيب له فنادته الملائكة سريع ما فيش وقت فنادته الملائكة صدق الدعاء طيب هيني سؤال في الامتحان بما استعانت امرأة عمران وزكريا على استجابة الدعاء استعانوا ذلك بالعمل الصالح يعني أنا مطلوب منك طالب توجيهي بدي أنجح في التوجيه ويجيب علامة لازم تكثر عمل صالحة كثر عمل صالحة طب كيف ده كثر عمل صالحة انت درستك استاذ لمين انويها لله النيه لله تكون مخلصة خالصة صادقة لله تعالى عشان انت اتنال الأجر وانت بتدرس ما في مشقة ما في تعب ما في رهاق ما في ملل ما في أي شيء بيصيبك إلا بتخذ عليه أجر لأنه النيه لله الأمر الثاني يا سيدي كل ما تهدى استغفر سبح اذكر الله يعني هذه التقربات إلى الله بتزيدك علم لأنك انت بتتقرب لأجل شيء معين وهذا اللي سويت علمناه من الأنبياء ومن امرأة عمران فرأة الملاكة وهو قائم يصلي في المحراب كيف قالتو استاذ انه والله قدم عمل صالح انه قالك قائم يصلي في المحراب وماش بس والله دعاء دعاء يا رب نجحني وانا قاعد يا رب وفقني وانا قاعد ما بدرس ما بزبط إذا لم تسعى لن يأتيك كما تريد إذا لم تذهب إلى هدفك مش رح يجيك الارزاق مكتوبة طبعا أكيد يعني ولكن هناك أجر السعي أنا بدرس بتعب مشقة طبعا بحب أقولك ما في طالب عندنا في التوجيه اسمه طالب عبقر وطالب ذكي في طالب بدرس وملتزم وصابر على دراسته ما بهمه شو صوره ظروفه المعاه هو صابر عليه بتعداه وبتخطاه هذا هو الساد اللي بقدر أقول لك بقدر جيب علامة عالية أما طالب من أول مطب من أول أي نحف صارت معه أي ملل أي امتحان أي سؤال ما رش يجاوبه أقول لك أنا شخرا ندرس سوجيه أنا زيقة أنا مليت وهذا الخطأ اللي بقعه في طلبنا في السنوات السابقة المهم يرجع وهو قائم يصلي في المحراب يعني يستعانى على استجابة الدعاء بالعمل الصالح صار يصلي في المحراب شو قالت الملائكة أن الله يبشرك بيحي أنا مباشر قالوله بيحيى يحيى نبي مصدقا بكلمة من الله طب شو يعني كلمة من الله الآيات تحكي كلها عن عيسى عليه السلام وعيسى قد ولد من غير أب يعني ولد بكلمتكن يعني يحيى بديجي قبل يا عيسى ويصدق بعيسى عليه السلام طبعا عندك معلوم هيك عندك اكتبه في رأس الصفحة عندك على الدفتر هاي معلوم مهم جدا ويجب أن تحفظ ما في نبي بيجي على أمة إلا ببشر بالنبي الذي يأتي بعده أو يصدقه إن أتى يعني أما بيقول ومبشرا برسول من بعد اسمه أحمد هذا ما قاله عيسى عليه السلام تمام وكما قال عيسى مصدقا بكلمة من الله يعني مصدق عيسى يعني رحي عيسى ويحيى مع بعض فيحيى يصدق عيسى يقول هو نبي صدقوه اتبعوه هذا المقصود وسيدا هاي الصفة مين هاي الصفة يحيى عليه السلام بيجيك السؤال في الامتحان وسيدا وحصور نبي من الصالحين هذه الصفات اللي بذكورها تؤد لمن زكريا عليه السلام يحيى عيسى محمد عليه الصلاة والسلام أنت بتكون عشانك حافظ الماد وفهمها صح بتكون بتقول هاي تخص يحيى سيد شو معنا سيده أستاذ معناها القائم في قومه الذي يسود قومه العالي في قومه وحصور شو معنا حصور والذي يمتنع عن النساء عفة يمتنع عن شهوات النساء عفة مش انه ما بيقدر يتجوز هو يتعفف عن الفتن الموجودة طب اننا نحفظ عن غيب احنا كلمة حصور وهي من يعصم نفسه عن النساء عفة مش مرض طيب ونبيا من الصالحين الآن هو زكريا بشر بيحيا ركب ليها زكريا جاء ولد فاربنا خبره ونقال له في راح يجيك يحيا هذا راح يكون من الصالحين نبي فالآن أجي يحيا فقال هذا نبي يعني صدق به الآن زكريا تعرض لموقف خلا يتفاجأ خلا يتفاجأ ويستغرب فقال على الاستغراب مستبعد شو عن المستبعد يا أستاذ لك تفهم شغله انه في اشي عنا في الحياة قوانين موجودة عنا ربنا حطني عشان نصدق او لن نصدق ليه قوانينها عقليا منطقية يعني مثلا رجل يتزوج امرأ فينجيب عني ولدا او بنتا او الاخير صح تمام الآن إذا اختلفت هذه الموازين بصير معجزات شو بصير معجزات طبعا المعجزات تؤثر الاستغراب هذين ما تقول مثلا تشوف مثلا غيمة مليئة بالأمطار الآن جابت مطر شديد فبتقول سبحان الله هذا مطر شديد فشو خالك تستغرب انت عايفا من الله احنا عارفين لكن الاستغراب والتعجب هذا لفضل الله تعالى وهذا ما فعله زكريا عليه السلام قال ربي أن يكون لي غلام الآن هو مش هو مش مستبعد من بب الاستحالة هو مستبعد لأن الحال اللي هو فيها غريبة كبير في السن وامرأته عاقر كيف بدهم ينجبوا ولد قال ربي أن يكوني لولام وقد بلغ ذكر لي ياه وقد بلغني يا الكبر حوالي 120 سنة تقريبا كان سنه تخيل 120 سنة وامرأتي عاقر سترى شو معنى عاقر عاقر أي التي لا تنجب التي لا تنجب ليس لها ولد ولا تستطيع أن تنجب لا من رجل ولا امرأة طيب Mississippi في عندي معلومة يجب أن أقول لك هي في كلمة عاقر يا أستاذ كلمة عاقر هذه يا أستاذ يستوي فيها المذكر والمؤنث يستوي فيها المذكر والمؤنث يعني كيف يعني يستوي فيها المذكر والمؤنث يعني أقدر أقول رجل عاقر وامرأة عاقر تمام الشعال الثانية عندما أجمحها في جمعها فيش جمع للمذكر تمام وفي جمع للمؤنث حلو لعله حلو لما اجمعها لمذكر بتكون كلمة عقر هيك جمعها عقر ولما تكون للمؤنث يا أستاذ بتكون اما عواقر بتكون عواقر او عقر يعني كلمة عقر كمان يستوي فيها المذكر والمؤنث لكن كلمة عواقر فقط للمؤنث حفظناها اكتب لك يا عندك على دفترك يا حبيبي قال كذلك الله يفعل ما يشاء يعني ربنا يفعل ما يشاء ربنا اللي بخلق ربنا اللي بصنع ربنا اللي بوفق ربنا كل شي كل شي بيد ربنا لكن يطلبوا مننا السعي ربنا بطلب مننا نسعاله إذا انت تسعى ربنا بوفقك سعالها سعيها وربنا مين ربنا اللي بوفقك اسعى ادرس فربنا بوفقك لنجاح قال يا رب اجعل لي آية الآن كلمة آية الساد معناها علامة كلمة آية هنا علامة دليل عنه أن الله صار عندي مثلا الناس يصدقني أنه أنا والله ربنا نجب أو جعلني أو وهبني معجزة أن مرأتي تنجب قال آيتك علامتك أن لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزه يعني يا زكريا عليه السلام لن تستطيع الكلام أنت مشحتي تتكلم وهذه العلامة الموجودة عندك دلالة على أن المرأة عندك صار فيها مولود طب يعني بتكرس بالمرة 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 لا هو بتكلم لكن بطريقة الرموز يعني بقول لك أنا بدي أشرب مي عطشان فأشير لك بالمي لأنه مش قادر يتكلم لكن في هناك استثناء وذكر ربك كثيرا الاستثناء هون أنه ربنا أعط سمح له بالذكر طيب عشان أعطيك بس معلوم عن بني إسرائيل زكريا ويحيى وعيس عليه السلام عليه السلام بعثوا إلى بني إسرائيل طبعا بني إسرائيل ناس بتجادل كثير وبظلها تقول كيف وليش والبقرة صفراء ولا مش صفراء ولا إيش وما هي وزنها وبذا نقيسها وخسر يعني كثير بيجادله بيجادل أنبياءهم فزكريا لا سمح الله لو فرضا 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 يعني أنه ما تكلم بالمرة سيقول والله صابته جلطة وزا لما عصب سابع ووده على المستشفى بطالي تكلم عادي وهم مع الطباء لكن ربنا بدي يحط معجزة في قلب إيش معجزة منعه من الكلام عن أمور الدنيا وسمح له بالذكر طب أنت كيف بتحكي هون وبتحكي هون هون المعجزة هون دلالة أن فيه معجزة جاي كمان حلو ربنا بنصر عباده ربنا ينصر عباده في اللحظة التي يشاء الله تعالى ينصر عباده لكن بدي يطلع على قلوبنا يشوفها صادقة واتصادقة مع أعمالنا يعني أنا نيتي أنجح بس أنا ما بدرس بزبطش مش هتركب مع بعض ممكن تنجح بس مش النجاح القوي لك أنا نيتي أنجح واجب علامة وبدروس لها دراستها وبتعبلها وبسعى لها سعيها ربنا بوفقك إن شاء الله وسبح بالعشية والإبكار وسبح بالعشية والإبكار هون نحفظ أستاذ فيه أن أسلوب في اللغة العربية شو اسمه اسمه طباق طب أستاذ شو معنى طباق شو معنى طباق أي إن الكلمة أضدها زي ليل ونهار دنيا آخرة أولى آخرة فوق تحت هشوف أستاذ أستاذ أول ما أشوفها واجتمعت فيه آيات معينة شو بدي أسميها بسميها طباق الآن بيقول لك ظهر الطباق وفي قوله تعالى وبعطك الآية كاملة وبغط لك كلمتين كلمتين بيحاولي خربطك فأنت بتكون تفهمة وحافظة من بيني يعني عشي وإبكار طب سهل شو معنى العشي راح جيني السؤال في الامتحان معنى قوله تعالى كلمة العشي بداحفظ عن غيب وبنقول له أستاذ كلمة عشي معنى الوقت من زوار الشمس إلى المغرب من زوار الشمس إلى المغرب يعني من بعد الظهر إلى وقت المغرب تمام طب والإبكار الإبكار يساد عكسها معناها أول النهار إلى طلوع الشمس أول النهار يعني بعد الفجر أول هيك يبين ضول أبيض هذا الفجر إلى طلوع الشمس هذا شو بنسمي الإبكار يعمينته Б Celine هاي صارت ايش طباق نجعل آيات نقول مثلا انه ربنا تعالى انه كان زكري شيخ كبير ومرأته عاقر عجوز لا تنجي فربنا وهبهم يحيى عليه السلام بعد طول مدة عظيمة هذه الموهبة او هذه الهبة التي اعطاها الله تعالى جعلت زكريا يستبعد انه كيف انا الرجل الكبير ومرأتي عاقر جينا ولد فربنا طمن وقال له في عندك آية الى اخره تقرأ الان هذا الاعجاز نجعل الفكرة الرابعة الحديث عن اصطفاء مريم لاشربنا اصطفاء مريم وفضل الله على مريم وتفضيلها على نساء العالمين ورمع فارق رافق ذلك من معجزات تدل على قدرة الله تعالى على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم طبعا مجموعة ايات سنشوفها بالتفصيل واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرك اصطفاك على نساء العالمين ذكر كلمة اصطفاك مرتين هي هيك ولا مستحيل اللي ربنا يحط لك في كل قصة قصة لها كلمة اصطفاك الاولى فيها اصطفاة طهارة واستطفاء الثانية على نساء العالمين طبعا نفهمها طبعا اصطفاء الاول الاستاذ انه على كل الناس على كل الناس استفاها بالعبادة والتربية الصالحة وانها من ناس الصالح الاستطفاء الثاني يا استاذ انها راح تلد مولود من غير اب راح تلد مولود من غير اب وهذا اصطفاء على نساء مين عن نساء العالمين طبعا النساء كلهم لازم تتزوج عشان تنجب ما فتبطش والله مرة تنجب لحالها مصيبة لكن اذا والله مريم عليها السلام لها خصوصية فضله الله تعالى عباخي نساء العالمين تمام طيب يا مريم هذا الحكي اللي اعطاك يا ربنا والاستفاء هذا يستوجبوا منك شيء شو باستوجب يا مريم مقنطي واسجدي واركعي مع الراكعين يعني الزمي العبادة ربنا اعطاك فضل خلك تفهم خلك تعرف تفشرح خلك تفقد احفظ لا نقدر اجابه في الامتحان هذا فضل شو باستوجب مني باستوجب مني شكر لله وعبادة اقلتي لربك واسجدي شو ما نقول يا استاذ من قناة اي نزوم العبادة والمداومة عليها والسجد انتم تعرفوه والركوع اللي هي الصلاة طيب الآن خلصنا من قصة مريم لكن ربنا بالعيات هذه نزلت على سيدنا محمد وطبعا هذه امور غيبية كانوا يخفوها بني اسرائيل يخفوها بني اسرائيل عن اتباعهم انه هذه القصص لانه اذا صدقوها يصيروا يعبدوا الله صح وهذا مصيبة احنا مقدرش نتكسب من وراها فربنا انباءها لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك بيجي بيقولك سؤال في الامتحان اشتاد ذلك اسم اشارة حلو ذلك طب هو شو ذلك آه قصدك عن قصص السابقة قصة زكريا وقصة امرأة عمران وقصة مريم وقصة يحية كل ذلك من وين من انباء الغيب هذه عندي كمان معجزة هنا معجزة علم الغيب طب عربنا يطلع بعض البشر على الغيب ومنهم سيدنا محمد اطلعه على غيب كان غيره مكشوف الا لثلة قليلة من البشر نوحيه ما معنى نوحي يا استاد الوحي يا استاد يعني الكلام في السر ما حدا بيعرفه اي يلقي المعنى في النفس والخفاء ما حدا بيشوفه يعني انت بيشوفه بتكلم لكن مش شايف مع مين بتكلم هذا بسميه اش وحي طبعا انا وحي الانبياء غير اللي احنا بصير معنا الهارتقاته والهلوسات يربالك حط نحتها خط اللي يرضى عليك وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم هاي كمان قصة جديدة مخفينها بني اسرائيل عنها قصة كفارة زكريت تذكره ما قلت لك والله لقصة زكريت لو كفارة لو قصة تجيج معنا في الايات هي هاي القصة كلمة اجل زكريت اهل السلام قال ان الله يريد ان يكفل مريم يريد ان يعطيها لأحد فهم تخاصموا فيما بينهم طب ليش تخاصمتوا يا سيدي هل انه والله في مشاكل بينكم لا والله ما فيش مشاكل بس احنا لفضل هذه العائلة والسر العظيم اللي عندها انه ربنا فضلها على باقي البشر احنا متوقعين هاي البنت يكون هنا شعن عظيم فاحنا نكفلها فتخاصموا على مين ديكفل انا لا انت او انا من عائلة فلان انا من قبيلة فلان انا بدي اكفل فلان انا اعلم فبما انه زكريا موجود وهو النبي البسيطة يلقون اقلامهم بيعابوا استهام اكتب اسم كل فلان وحطها جوات مقلمة وبنحركها وبنسحب بنسحبها واللي بطلع اسمه هو اللي بكفلها وهذه القصة كانوا مين اخفوها بني اسرائي عن الامة فكان هاي قصة كفارة مريم انه يلقون اقلام يعني معناها يقترعون شو معناها سووا قرعة شو سووا بالقرعة انهم كانوا مختلفين مين يكفل مريم لعظمتها وعظمت اهلها تمام طيب الان يا استاذ نشوف الايات شو عليها اسئلة ما المقصود بكلمة هنالك هي المهنالك اي في تلك اللحظة التي رأى فيها من كرمات مريم عليها السلام بما دعا زكريا ربا شو ايش دعا قال اني رزقه للذريات الطيبة ربنا دي رزقني للذريات الطيبة ليش لانه انا كل الدعال المين متوجه لله تعالى ما الذي دفع زكريا ان يدعو ربه بان يرزقه الذريات الطيبة لانه رأى من كرمات الله تعالى على مريم اذ كان يرزقها بغير سبب طيب بما بشر الله تعالى زكريا بشره بيحيى سيد وحصور نبي من الصالحين من المقصود بقول تعالى بكلمة من الله المقصود به عيسى عليه السلام اي انه ولد بكلمة كن فيكون فجعله الله كائنا ما الغرض من ذكر الاخبار الواردة فالنص تأكيدا على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم طيب بسهو بجيك صوت الامتحان الآية الدلالة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بذكر انا ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك احفظه عن غيب الدلالة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم طيب ما الضبط الصحيح لقلمة يكفل نحطه الضم على الفاء طبعا هذه الاسئلة صارت نادرة لانا في الوزارة نضع الدائرة نجعل قصة ميلاد عيسى عليه السلام ومعجزاته التي أظهرها الله تعالى حتى يكون صادقا في نبوته انتوا عارفين ان إيسى عليه السلام ولد من غير أب عمائل أب المرة أمه أنجبته بس إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين شوف البشر بسرعة قال لك بكلمة من الله كرر كلمة الكلمة من الله مرتين أول شي مع يحيا قال لك بكلمة مصدقا بكلمة من الله والمرة الثانية يبشرك بكلمة طب ليش يستكررها أي شي في تكرار يا أستاذ اكتبه جنبه تأكيد هيا أحط معلوم عندك أي شي أي تكرار أي تكرار في الآيات شوف نحط جنبه أستاذ تأكيد شوف نقول له تأكيد تأكيد على إيش هنا لو كلمة تأكيد على على إيش على أن عيسى ولد من غير أب تمام هيك تحفظها أستاذ طيب الآن من صفات عيسى الأولى أنه وجيها في الدولة أستاذ شمعنى وجيه أي أنه شريف ذو جاه عظيم ذو عظم عندنا وفي الآخر من المقربين يعني مقرب عند الله تعالى ويكلم الناس في المهد هل هي معجزة أوه يا أستاذ من الكرامات التي يفضل الله تعالى عيسى عليه السلام فيها طب أستاذ شعني مهد المهد هو أستاذ مقصود فيها لسرير شفت السرير هذا ولد صغير بيكونوا حطين فيه الرضيع ولد صغير بيكونوا حطين هذا الرضيع إذا شفتوه هذا هو المهد طب هو بده يسرير ولا بده لجول يسرير بيجي لسوافة الامتحان ما الكناية هان شب نقول له المقصود فيها الولد أو المعلود الصغير والمقصود بها إيسى عليه السلام عندما ولد طب وكلمة كهلا يا أستاذ حفظ عن غير كلمة كهلا المقصود بها من جاوز الثلاثين إلى ناحية الخمسين هاي حفظ عن غير لأنه حتشف في امتحان ضع دائرة طيب الساد وكهلا من الصالحين من من الصالحين أي صالحين آدم ونوح وعلي إبراهيم وآل عمران وزكريا وياحيا هؤلاء الانبياء الصالحين هؤلاء الانبياء الصالحون هذا سيدنا عيسى عليه السلام كان منهم ومن المقربين أيضا قالت ربي أنيك و تخيل إلت الآن المفاجأة امرأة أنا ما تزوجت وما حدا قرب مني فجأة يجيني خبر أني أنا بدي ألاد مولود أمر عظيم يحتاج إلى وقفه استبعدت ذلك ليش أستاذ والأمر غريب يعني واحدة قاعدة في حالها في المحراب يجي واحد يقولها والله إنه أني بشرك بولد اسمه هيسى ابن مريم طب الله تتفاجأ فهي شو قالت أن يكون لي ولد قالت عن باب أستاذ مباب الاستبعاد ولم يمسسني بشر يعني ما أحد لمسني أنا كيف تجيني ولد وأنا ما أحد لمسني طب هنا المعجزة أصلا لو أنت ربنا جهزك حتى تستقبلي هذه المفاجأة العظيمة وهذه المعجزة العظيمة ورح أجيها فعديها شيء من الصعوبات من أهلها ومن أهل قومها إنه رح يقول يتهموها في أشياء هي لم تفعلها لأنها امرأة صالعة ولكن الله فضلها بيش فضلها إنها تقدر تتحمل هذه الأمور دائما ربنا لما يعطيك أي شيء صعب معنى أنت ربنا بيجهزك لشيء أصعب أو بيجهزك لمصيبة أصعب أو بيجهزك لبلاء أعظم حتى تقدر تتحمله ربنا ما يعطي البلاء إلا أنه يعلم أنك تستطيع أن تتحمله فأنت الآن توجيهي أسهل المصائب وأخف المصائب عليك أصبر والتزم مهتم وانشاء الله راها يا ربنا يوفكك ويجيب لك علامة عالي وهذا ما نرجوه منكم جيل 27005 الله عطيكم الله عافية طيب شو قال ربنا قال كذلك الله يخلق وما يشاء يخلق ما يشاء في قصة الذكرية قال يفعل ما يشاء وهان يخلق ما يشاء غاد الذكر والأنثى موجود لكن العملية ما كملت ما جابه ولد فربنا كملها فعل لكن هان العملية في منطقنا إحنا أنه كون ذكر وأنثى صار فيش غير أنثى يعني الذكر مش موجود فهو يخلق ما يشاء يخلق وهان الخلق بمعنى كلمة كن طيب هان يخلق معناها عند ربنا لم أي شيء يخلق مع ربنا أو مع الله أو مع لفظ الجلالة شو بنسمي أنه يخلقه من العدم احفظناها طيب إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون هذه الكلمة التي يقصدها بكلمة من الله كن فيكون يعني إرادة الله شاءت فيأتي ما يريد الله تعالى ويعلمه الكتاب هاني وسات كلمة الكتاب معناها إيش الكتابة شو معناها الكتابة طب كتابة إيش إنتوا عارفين أنه إحنا أحبار بني إسرائيل بلشوا حرفوا شوي من التوراة فربنا بيجيب أنبياء بعيدوا كتابة التوراة مرة أخرى التوراة الصحيحة وهنا ربنا علمه الكتابة الصحيحة للتوراة والحكمة شو معنا حكمة يا أستاذ معناها هذا القول السديد في زمان والمكان وصالحة لكل مكان وزمان تمام؟ يقول هذا إنسان حكيم ولا عنده حكمة طب ليش عنده حكمة لأنه بقول المعلومة والله حسب تصلح كمان شهر تصلح نفس المعلومة نفس المعلومة هذه شو نسميها؟ حكمة أو حكيم ويعلم التوراة والإنجيل التوراة العهد القديم والإنجيل العهد الجديد اللي هي شرائع جديدة التوراة شرائع قديمة ربنا خفف على بني إسرائيل شوي من الشرائع وعطاهم شرائع جديدة مع إنجيل عيس عليه السلام والآن هو صاحب رسالة رسول ورسولا إلى بني إسرائيل لمين؟ إلى بني إسرائيل لأن عندي آيات أني قد جئتكم بآيات من ربكم معجزات أنا جاي بمعجزات على صدق النبوة هذه المعجزات يخلق لكم من الطين كهيئة الطير المعجز الأولى بجيب شوف طير في السماء بخلق منه تمثال مع الصلصال فابون فخفي فيصير طيرا هذا الفعل بإذن الله حفظ كلمة بإذن الله آه ركز عليها بإذن الله ليش؟ هستنعرف ليش وأبرق الأكمى كلمة أبرق يا أستاذ معنات هيشفي يمسح على المريض فيشفيه يمسح على المريض فيشفيه أيقوم وسليما Нуعافة من طاب الأكمى يا أستاذ من هو؟ الأكمى الذي يولد أعما مستحيل يشفي والأبرص من الأبرص الذي يصيبه بياض في جلده مرض وأحي الموتها هذا كله ويش بإذن الله يكرارê كلمة بإذن الله أستاذ كمان مرة يكراري كلمة بإذن الله إهيش كمان مرة طب ليش كررت لي دفعا للتوهم في ناس سنة لما يشوف واحد بخلق و واحد بشفي بفكروا اله فهو عشان يبعد انك توهم ان يكون اله قال لك باذن الله فهمناها لو جاب لك سؤال في الامتحان طبعا هي مكتوبة في الدوسية ان شاء الله تعالى ستلاقيها موجودة وحلها موجود لكن انا بباب عشان اربط لك المعلومة مع الآية لو قال لك لماذا تكررت كلمة باذن الله منقول دفعا لتوهم الالوهية عند عيس عليه السلام لانه انت تشوف واحد بخلق او واحد بشفي بتفكروا اله وهو ربنا يبقلك باذن الله باذن اللهadin اي انه لا يفعل اي شيء الا باذن الله تعالى طيب هذه المعارض الاولى كنا يخلقوا من الطيل هذه المعارض الثانية يبرع awhileكمة معارض الثالثة يبرع الابرس معارض الرابعة في حي الموتة معارض الخامسة يعلم بعض الغيب ونبعكم بما تgramون وما تدخرون في بيوتكم معرفة التدخرون يا صدر نحفظ لاحظ جدرها اللغوي كلمة التدخرون نحفظ جدرها اللغوي وهو لذخرة تمام يا استاذ حفظ طيب شو معنى الذخرة وشو معنى تتدخر هي الاحتفاظ بالشيء إلى وقت الحاجة أنا اتدخرت علمي إلى وقت حاجتي اتدخرت دراستي إلى وقت حاجتي وقت حاجتي متى يا أستاذ؟ هتكون وقت امتحانك إن شاء الله تعالى طيب لأن نقول نحن لحد الآن خمس مجزات يخلق من الطين على حياة الطير يبلغ الأكمة الأبرص الأعمى ويعلم بعض الغيب ويعلم بعض الغيب إن في ذلك الآية لكم يعني معجزة إن كنتم مؤمنين يعني إذا انتم حابين تؤمنوا رح تشوفوا هذه الآيات تؤمنوا بسرعة حلو طيب فيش جديد ومصدقا لما بين يدي من التوراة يعني أنا جاي أكمل شريعة موسى عليه السلام جاي أعدل عليها لأنه أنا نبي مثل موسى عليه السلام تغيير تغييرات يعني أنتم يا بني إسرائيل كثير يعني انشددينها حبكينها كثير خففوا علينا شوي فربنا جبلهم النبي عيسى عليه السلام إنسان سهل خفيف ومصدقا لما بين يدي من التوراة وأن يحل لكم بعضا الذي يحرم عليكم وجيتكم بأية من ربكم فاتقوا الله واطعوه شو مطلوب منكم أنتم بس إنكم تتقوا الله وتتطعوني يعني أنت يا نبي لماذا جيت لهذه الدنيا ليش أنت تدعو الله هي بس أن نلحقك حتى نخش الجنة نتقي الله ونطيعك يعني إذا أنت ما طعت النبي أكيد أنت يا حبيب مع السلامة بس إذا أطعت النبي أنت إن شاء الله في سلام تمام؟ إن الله ربي وربكم فعبدوه هذه إشارة التوحيد إن الله ربي وربكم فعبدوه هذا صراط مستقيم نجع كلمة الكهر قلنا عنها إحنا إخوان خلصنا هذه الآيات بس نحل بعض الأسئلة الموجودة بيّن المنزلة من الله تعالى المسيح كما جاء في الآيات جعله وجيها في الدنيا والآخرة ومن مقربين الأمر الخارق ولادة عيسى من غير أب استخدم الآيات الكريمة يشغل أن الله يصنع ما يشاء أن الله يخلق ما يشاء وضح مظهر قدرة الله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون اللي هي إذا أراد الله شيئا حصل من غير تأخر ولا حاجة إلى سبب يقول له كن فيكون ما الحالة التي كلم الله فيها إسى في المهدي والكهولة والمقصود فيه المهدان أي أنه المولود الصغير أي أنه فيه ولدي صغير لماذا نسب الله تعالى هذا السؤال مهم جدا أركزه عليه وحتاجه لنضغط لماذا نسب الله تعالى عيسى بن مريم إلى أمه لماذا قال عيسى عيسى بن مريم لماذا قال لنا ربنا عيسى بن مريم هذا السؤال مهم جدا شو بنقول له بكل سهالة إنه بنقول التأكيد عنه بشر مولود بلا وهي دفعا لتوهم الألوهية إنه أنت تفكر هذا الإنسان جاء ابن إله والآخر لا هو ابن امرأة ربنا عطاها قدرة على أن تنجب من غيري أب ما الضبط الصحيح لحرف اللام في كلمة يخلق اللي هي الضمة الآن أن المعجم الدلالة طبعا أستاذ أنت في شغل تفهمها في المعجم الدلالة إنه هذا الساد المعجم الدلالة بتحفظه عن غيب بتحفظه عن غيب تمام كيف تحفظ؟ بتحفظ أدول المولودة عندي كلمة النذر وما يتوجفه الإنسان على نفسه من نذر إلى آخره كفارة زكريا يتعهدها بالرعاية وعيدها بك ألجأها أو ألجأ إلى الله تعالى أن يحفظها إلى آخره طبعا هذه الآن المشروحات كاملة طبعا نحن نسمى خلصت الوحدة في عنا ما يسمى في التذوق الجمالي إن شاء الله في الحصة القادمة بإذن الله تعالى رح يكون معكم في جزء الثالث لهذه الآيات ونشرح فيها معاني الأسليب الإنشائية والكناية إن شاء الله وبنختميك النص وبندخل على قواعد الوحدة الأولى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعطيكم ألف ألف عفية شكرا